بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين ننواصل بالتوتوريال على الهيت ترانسفر شابتر 3 استدي هيت كوندكشن البروblem 3.2 الهيت لوسط ثرو سينجل تان ويندو كونسيدر 0.8 هاي الطول تبع هذي الغلاس الويد تبعها 1.5 ميتر هذي نحسب بها المساحة السطح اللي هي الاس تبع هذي الويندو اللي تعبر اللي هي تقابل هنا وتقابل كمان ناحية الخارجية الثيكنيس تبع هذي الويندو هو ثمانية مليميتر والثيرما الكندكتيفتي معطاء المطلوب determine the steady rate of heat transfer through this glass كم كمية حرارة عبرت هذي الگلاس and the temperature of its inner service temperature of its inner service نحن نعتبر انه الروم اللي موجود عندنا هنا وهنا الoutsides 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 درجة حرارة الويندو معطينا الهيت transfer coefficient اللي موجود هنا داخل الغرفة ما بين الهواء الموجود داخل الغرفة والسطح الداخلي للويندو ومعطينا كمان الهيتش 2 اللي هي الهيت transfer coefficient ما بين الهواء الموجود خارج الغرفة مع سطح الويندو الخارج ويقول لك انه هذي الهيتش انها include the effect of radiation اولا نحسب المساحة المساحة السطحية للويندو هذي اللي هي ثمانية في 1.5 equal 1.2 meter square وناخذ هالا thermal resistance concepts ما بين الهواء الموجود الداخل هنا اللي T infinity 1 وما بين T1 اللي هو السطح الداخلي للويندو ايش عندنا في عندنا الconvection يعتبر عندنا هنا ال R1 ال RI او ال R convection 1 اللي هو داخل الغرفة ويوصي 1 over H1 على ال A ال A حسبناها هنا والH1 معروفة اذا صرنا عارفين ال resistance الموجودة ما بين الconvection وال inner service تبعا الويندو داخل الويندو ما بين T1 و T2 موجودة عندنا ال R glass ايش الموجود داخل الويندو ما بين ال inner وال outer service هو conduction والconduction يساوي ال L over K اللي هي thickness الموجودة هنا ثمانية وال K thermal conductive T معطى على السيرفيس اريا اللي موجودة عندنا اذا ننتقل الى ما بين ال outer service تبع ال الغلاس وال outer door الفرق هنا ال resistance تبعهم هي convection 1 over H2 ال H2 معروفة وال A طبعا حسبناها اذا صرت تعرف كل ال resistance الموجودة عندنا ال R total نجمع كلهم هي يعطينا هذه الكلية صرنا عارفين ال R total هلأ نعرف انه هذا R total انه يعبر ها Q واحد هي نفس ال Q اللي تعبر من هنا Q dot نحن ال Q dot هذه ونأخذ ها ما بين ما بين outside room temperature T infinity 1 ساوي 20 minus T infinity 2 minus minus لأنه الدرس الحرارية minus 10 قسمنا على R total اللي حسبناها سلايد الماضي يعطينا 266 هي كمية الحرارة اللي تنتقل من الداخل الى الخارجين ما بين عارفين ال Q the inner service temperature of the window glass can be determined from أنا ممكن أقول حاليا ال Q dot هذه سأخذ بس اللي يحصل ما بين T infinity 1 و T 1 أشهد موجود ما بينهم R I اللي هي R convection 1 تساوي T T infinity 1 minus T 1 T infinity 1 minus T 1 بس هذه النحية Q هي نفسها نجيب R convection نحية 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 ثانية ونقص منها T infinity وطبعا نضرب الكل في minus سيعطينا أنه درجة حرارة T1 الداخلة هنا تساوي minus 2 point 2 لاحظ في الخارج درجة الحرارة هي ناقص 10 الهوى في الخارج درجة حرارة السطح الداخلي لهذا الويندو هو 2 minus 2 point 2 دقري سيارس واضح إذن في فرق في درجة الحرارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته